وحول هذه القضية مشاهدين تنضم إلينا من القاهرة السيدة أسماء الحسيني خبيرة الشؤون الإفريقية هل هذا التفسير سيدة أسماء للغياب الإثيوبي قد تجده لأطراف الأخرى مقنع لأن المراقبين والمحللين توقفوا عنده بأنه يشبه تهرب من المفاوضات نعم بالطبع هذا التبرير غير مبرر وغير لائق بحق بعد كل هذه الجولات المكوكية من المفاوضات وبعد خمس سنوات المماطلة والتسويف في التفاوض كان من المتوقع أنه يكون هناك جدية في التعامل مع وساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي وهذا التبرير الذي قدمته إثيوبيا بعد وصول الوفدين المفاوضين المصري والسوداني إلى واشنطن هو غير مقنع لأي أحد لماذا كان إذن التفاوض طيلت هذه الأشهر ولما كان الإعلان عن أنه تم التفاوض على معظم القضايا بشأن ملء السد وتخزينه ربط قضية سد النهضة بالشؤون الداخلية في أسيوبيا والانتخابات التي تم تأجيلها إلى أغسطس القادم يعني أنه لن يكون هناك اتفاق قريب وهذا سيزيد الأمور اشتعالا في المنطقة طيب لماذا هذا الانسحاب الآن وكيف سيؤثر على إجراءات المفاوضات اللاحقة خاصة وأن مصر والسودان سيحضران غدا الاجتماعات نعم المطلوب الآن هو أن يكون هناك جدية من الراعي الأمريكي لهذه المحادثات كان ينبغي أن يكون هناك إعلان عن إجراءات محددة بشأن هذه الوساطة وإلزمها لجميع الأطراف المتفاوضة يتوقع الآن من الوسيط الأمريكي أن يتخذ إجراءات بشأن هذا الاعتذار غير المبرر وبالطبع هنا في مصر المواقف الشعبية تطالب الحكومة والقيادة المصرية باتخاذ إجراءات بشأن هذا الأمر بشأن هذه المفاوضات التي طال أمدها والتي يرى الجميع أنها تدخل في تنتقل من إطار الجدية التي تتعامل بها مصر مع الموقف إلى إطار التسويق وما هي السيناريوهات المصرية الآن سيد أسماء مصر أعلنت منذ بداية المبحثات بشأن سد النهضة إصرارها على المضي قدوا في المفاوضات وفي الحلول السلمية لكن هذا التسويف وهذه المماطلة تعيدنا إلى المربع الأول الذي يضغط فيه الشعب المصري الذي يعتبر قضية سد النهضة بالنسبة له قضية حياة يضغط على القيادة المصرية لاتخاذ الإجراءات ولن يعدم الطرف الذي تهدر حقوقه وخصوصا الحقوق المائية المرتبطة بحياة ملايين المصريين لن يعدم وسيلة للدفاع عن هذه الحقوق المائية وبالتالي ستصبح كل الخيارات مفتوحة لكن بالفعل ما يتقدر الإشارة إليه هنا هو التصريح الذي أدل به قبل أيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فيه خلال زيارته لأديس أبابا هل كان على علم بهذا الاعتذار الأسيوبي أم أن إعلانه أن العلاقة بين مصر وأسيوبيا تحتاج إلى شهور هو ما عزز الموقف الأسيوبي في الاعتذار هذا الأمر يجب أيضا التوقف عنده شكرا جزيلا لانضمامك معنا سيدة أسماء الحسيني خبيرة الشؤون الإفريقية كنت معنا من القاهرة